أيضا نضم إلينا الأستاذ شادي نشابة الباحث السياسي اللبناني أرحب بك أستاذ شادي نصر خير لك لك أستاذ شادي نصر نور أهلا بك ردود الأفعال السياسية ونتحدث عن السياسية الرسمية في بيروت صداها ما هو الآن؟ في أول لحظات الانفجار هناك تخمونات أن يكون انفجار وجراء قصف إسرائيلي أو حدث اغتيال معين ولكن الآن المعلومات تتحدث عن انفجار سيري برس في عمبر رقم 12 وهناك سيناريو من سيناريوهان كما ذكر ذيكا كريم منذ قليل إما أن يكون سالم وفرقعات نارية وإما مستوضع للأسلحة وجراء انفجارها في معطياتي حسب لأنه موجود في بيروت طريقة الانفجار ومحدث عن انفجاره وليس مفرقعات نارية إنما ما حدث الأضرار التي حدثت والصوت الذي سمعناه فهو نتيجة انفجار لسلحاء وزخائر حربية وليس مفرقعات نارية ولكن مع الوقت يتبين كل شيء أعتقد أن ما حدث اليوم سوف يزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية وسوف يزيد من طبيعاته السياسية إن كان انفجار لسلحاء بالأمس كان هناك استقالة لوزير الخارجية وحديث صريح منه بأن لبنان ينزلق إلى هاوية صحيقة تتوقع استقالات في الأيام المقبلة لوزراء آخرين على إثر ما يحدث الآن من عدم وجود الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت أعطت البدأ رئيسة جمهورية فريق من يسيطر على الحكومة في وضع الخطة به لأن هناك بعض الوزراء كانوا يستقلون لأمني يستقلون هناك أيام زيارة لوزيرة الأعلام لأنه كانت أحد الأسناء الثانية للاستقالة ويعمل فريق المسيطر على الحكومة على إجراء تعديلات في الحكومة فممكن في المسيطر القريب نشهد تعديلات في بعض الوزراء تحت عنوان أن هذه الوزراء ليست منتجة وذلك خوفاً من أن يستقل هؤلاء الوزراء أعتقد أن ما جرى بالأمس وما جرى اليوم في تسلم والتسليم في وزارة الخارجية اللبنانية سوف يربك الفريق المسيط في الحكومة وسوف يزيد من الضغوطات ومن سوف يشري نهار الجمعة في قرار المحكمة الدولية سوف يزيد الضغوطات الدولية أيضاً على لبنان وسوف يزيد الضغوطات على الحكومة اللبنانية لذلك سوف يؤدي إلى نظيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي في البلد ومزيد الحراك في الشارع واليوم شاهدنا حركات عند وزارة الطاقة وكان هناك محاولات لدخول على وزارة الطاقة بسبب التقنية الكلية